أكدت هيئة الكهرباء والماء حرصها البالغ على تطوير خدماتها وتسهيل كافة إجراءاتها المقدمة لجميع المشتركين ولسيما المشتركين من فئة كبار السن وذوي الهمم وأشرت هيئة الكهرباء والماء إلى الاهتمام الخاص الذي توليه لهذه الفئة وهو الأمر الذي دعا الهيئة لتنشين خدمة الزيارة الميدانية لكبار مشتركيها لتحرير طلباتهم وتمريرها وجددت الهيئة دعوتها لكافة المشتركين من فئة كبار السن أو ذوي الهمم الاستفادة من خدمة الزيارة الميدانية عند حاجتهم لإجراء أي طلب يخص هيئة الكهرباء والماء وأكدت الهيئة على التجاوب الإيجابي الذي حققته هذه الخدمة منذ تنشينها في سبتمبر من العام الماضي وحتى الآن حيث بلغ عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها الهيئة للمشتركين من هذه الفئة 973 زيارة وقدشنت الهيئة هذه الخدمة بهدف زيارة المشتركين من كبار السن وذوي الهمم في مساكنهم لاستلام وتحرير طلباتهم في نفس الوقت دون حاجتهم إلى إجراء أي معاملة ألكترونيا أو هاتفيا أو زيارة الهيئة وذلك من خلال قيام موظفين مؤهلين من الهيئة بإنجاز المعاملات للمشتركين أثناء الزيارة الميدانية لهم بطريقة سريعة وفعالة